هلا حبايبي بيتمنى لكل يكون بخير الي موحل عمل توقعات برش الثلو كيفكم حبايبي برش الثلو بيتمنى تكونوا بخير اه وحامل توقعات برش الثلوني الشهر سبعة اذا كنتوا جداد في القناة تضغطوا على زر الاشتراك وعلى زر الجرس ليس لكم كل جديد اكتبوني في القومنت اذا قرأت مشت معاكم اولا واي توقعات بدكم مع ميلا اول شي بحس بطاقتكم انكم اوكي اول شي بحس بطاقتكم يعني بشوفكم انكم انتم متربطين اول شي بحس بانكم متربطين مو ععفين شو شو يعني رح تبتلوا وشو رح تقلبوا وشو رح تعملوا مو عارفين اه بيجوكم الاورد بس انتم عينكم على الماضي تاقتكم هاي بتراقبوا كمان وناس على السوشي ميليا بتراقبوا بتراقبوا انتم حالة تاقتكم بتاعت مراقبة حبايبي اه بشوفكم يعني في الشهر السبعة من ناحية العاطفة بشوفكم انكم رح تلاقوا رح تلاقوا الشخص اللي الشخص اللي انتم بتلقابكم هذا كمان كارت الجوزاء ممكن يكون هو كمان هيدا الشخص من برج الجوزاء اه بشوفكم انكم بتحبوا هالشخص بتحسوا كأنه هو السعادة المكتملة بتكون يعني السعادة بتكتغل مع هالشخص ما في هالشخص ما بتكون عندكم سعادة و بتكون حزنانين بتكونوا بتحسوا كأنه كل شي بتمر لما بيكون معاكم هالشخص ممكن كمان يكون من ابراج هوايه كتير في طراحة العطلة طاقات هوايه يعني دلو ميزان جوزاء اوكي حبايب فهمتوا حالين بس كأنكم كنتوا في علاقة تولتي يعني بكل اقول لكم كل الطاقات اللي تلعت معي يا اما انتم يا اما الشركة كانت عليكم علاقة تولتي مو كتير معكم يعني بعض الناس وكل شي نهادا يا اما انتم رحتوا وديكتوا العلاقة اما هو راح بتقلي علاقة وكانتها العلاقة زائم روح او بشيع كمان تشوف بصراحة تشوف كمان بصراحة يعني حقيقة ما رحت توضح لك في شهر سبعة يا برج قدل وحقيقة ما رحت توضح لك هذا الانسان اللي تركك او اللي تركت وحسيت انك ان جرحت انا حسك ان هو اللي جرحك وهو اللي كانت عنده العلاقة تولتي لانك انت عندك عروض بس ما بدك تشوفها حسك انك هو اللي جرحك هو اللي طعنك هذا الانسان رح يجي رح يجي رح يكون تواصل بينك وبينك رح يقول لك يقول لك كل شي ممكن اشياء واصرار ما كنت بتعرفها رح تعرفها وراح يندل لك ايدو يعني تعال نرجع تعال ننسى اللي راح وممكن تقول لك يعني اشياء حقائق ما كنت على بلك وما كنت تعرفها ممكن اناس بدخلوا بناتكم او الشغل او علاقة ولاتي شخص اخر اناس دخلوا بقى او كل الطاقة اللي بتطلع لي يعني يحوز منه وكتئار بحيث كأنه الشخص هو اللي جواح قلبه هو اللي طعانكم عفوا طعانكم هو اللي كانت عنده العلاقة بحيث كأنه هو اللي كانت عنده علاقة توليتي بس هذا الإنسان رح يرجع هذا الإنسان يمكن توأم الشعلة أو توأم مهوح هو كمان بحيث النطائي عن علاقتكم كيف رح أقولكم يعني علاقتكم علاقة قدارية الحظم وكسار قصرة قلب عندكم بس هذا الإنسان رح يجي وقدم لكم عرض رح يجي بس هو بطيء شوى باستشفاء الحقيقة رح توضح لك لما يجي وقدم لك فرصة رح يقدم لك عرض ولما يجي وقدم لك هالعرض رح يحصل تواصل ولما يتواصل رح يقول لك حقائق حقائق ما كنت بتعرفها ما كنت بتعرف على هول شي رح تعرفها حبيبي رح تعرفوها الحقيقة رح هو يحكي لكم كل شي صار ورا ظهركم اوكي رح يحكي بصراحة كتير تهنتوا عليه حبيبي يعني هذا الإنسان بصراحة شايفيتوا رح يحكي كل الشي عنده واشياء ممكن اشياء ما كنتوا بتعرفوه رح تعرفوها بصراحة بدي أخل لكم الأورق كمان اشوف ليش اه يعني اترك هالأورق كمان اترك هالأورق منشان تعرفوا الداقة اتحقلكم الداقة اوكي ليش شو رح يقولون ورا رح يسأل هالانسان ما يجي يحكي هالهو صادق في كلامه سيكون هذا الانسان صاريحي بصراح هذا الانسان يعني بشوف انه رح يصير توازن هو رح يخرج من هذا الانه بيحس مربوط هو هذا الانسان يبرج التلو الشخص حبيبك او حبيبتك بيحس انه مربوط انه مربط مو قادر يتحرك بس في الاخر رح يجي رح تحس بان انتي صار وعنده كمان عروض كثير بس هو ما على باله بها العروض يشتغل على علاقتكم انتو الاثنين منشان ترجع ترجع احسن من الاول بصراحة ويعني القرار قرار يعني قرار روجوع رح يقوم انتو اللي رح تقولو شو هو هذا القرار شو هو يعني شو بتقرروا يعني انتو الواحدين اللي بتتحكموا بقراركم بس هذا الانسان رح يجي برج عقرب برج جوزاء تقات نارية تقات هواية تقات نارية تقات ترابية وتقات مائية وتقات ترابية وهواية كثير اوكي الحياة المالية كثير رح تكون معاكم في شهر سبب كيف رح تكون معاكم رح تكون معاكم في ايضا اوكي 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 اشتركوا في القناة بشوف يعني في المال وعندكم في المال بصراحة بشوف كأنكم انتوا في المال رح يكون عندكم احتفال رح يتحسوا بانتصار في شغلكم في المال في عملكم ممكن يمكن حدا يكون ظالمكم في الشغل او بيقول كلام ولا ظهركم او شي رح يوضح لك هالأمر رح تعرفوا هالشغل يعني رح تصير عدالة يمكن حدا ما بيحبك في الشغل حدا بيحكي عليك يعني بيحب مثلا يعطيك الشغل مال وشغلك ويقول لك هاك اشتغل فهمتوا علي بيرون عليك يعني الشغل رح تظهر لك حقيقة ما في الشغل رح تظهر لك حقيقة ما في الشغل ورح رح تظهر لك حقيقة ما في الشغل ورح تعرف هاد الوناس اللي ما هم بيحبوك عن جد يعني بيستغلوا طيبتك وهيك كمان بشوف انك في النادة يعني رح تكون مستقر رح تبص لحالك اكتر رح تدلع حالك رح تتعمل شوبينج او تسوق وتشري اشياء جديدة كمان ويعني تدلل حالك اكتر يعني تروع علي ويهتم بحالك اكتر هالشهر بشوف عندك اموال يعني رح تخسل اموال كتيره بس خد بالك يعني ما تبدل اموالك في الشيء بس عندك استقرار استقرار عندك استقرار مادي بصراحة عندك استقرار مادي وخد بالك من اشخاص اقربين اقربين لك في الشغل وفي حياتك عموما بدل يسرقوا معلومات من عندك نعمتوا؟ نعمتوا علي كيف خيدوا باركم يعني ما تبقوا تعطوا اسراركم لاي حدا اللي يجي يقول لك احكي لي ولا شو ولا هيق هيدا الشيء خلي بينك وبين نفسك او شخص بتوصق فيك بس ما تحكي اي حدا تحكي اي حدا عنك او عن عملك او عن مسؤوليتك او عن مشاكلك او عن اي شيء حاول انك تبعد عن هذا الموضوع ما تحكي لحدا لانه شوفك انك لو حكيت كل من العلم راح تعرف الاشي اللي انت حكيت عليه او تحكي على فلان انه ما هو منيحة او تحكي على فلان ما هي منيحة او تحكي على فلان ما هي منيحة بالاحسن اي شيء او اي انتقاد يتركوا لنفسك لا تقولوا الول حدا ولا على اي انسان او عيني على مشكلة بسيفة عامة اوكي حبيبي بشوف عندكم استقرار بس الامور ماشي اذا عملتوا الشي اللي بقلتلكم اياه وتاخدوا الحيطة والحادة ما رح يصير شيء سيء ان شاء الله ما رح يصير شيء سيء حبيبي اتمنوا كل يكون بخير ذاينة برج الميزان طاقات ترابية او وطاقات نايم اوكي هلا رح نروح للصحة شو سيء في الصحة شو رح يصير شو رح يصير او 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 و او 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 عدلة تتحقق معكم لا تخافوا يعني اذا تتحقق يظهر لكم او عندكم قضاء يعني قضية في المحكمة او شي هيك راح تنحق المصالحكم لا تخافوا العدل راح يتحقق يعني العدل راح يتحقق اسف حبيب وقية الكارت عند الاخون الكارت وقية الورقة اوكي حبيبي في الصحة هلا شو راح يصير في الصحة اوكي اوكي بصرح بشوف عندكم احتفال احتفال كتير يمكن يعني فيكم مو كتير يعني فيكم اللي بيشرب خمر راح يبطلو يتحقق السهرات كتير انه بيشوف كأنه بتزعزع شوي استقار المالدي عن السهرات و الشرب و فهمتوا عليه كيف مو كنكم البعض منكم شوف اذا كان عندكم بيبي صغير مريض راح ينشافه ان شاء الله و راح تسمع اخبار راح تسمع اخبار كتير حلوة شوف كما اذا كان عندك مشكلة في النظر يعني في عيونك او بترجعك عيونك او بتلبس يعني تعمل نظارة او هيك شوف يعني 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 عيونك راح تتحسن راح ما راح تضلك ازاي كانت يعني تعبتك او بتعمل نظارة و همتوا عليه حبيبي كيف شوف صراحة ما في شي بيخوا بس لو اذا كان عندكم طفل صغير ابنك او ولدك او اي شي يعني ففل من العائلة او صديقك ابنه او هيك راح ينشافه و راح تسمع اخبار يعني بطير حلوة اوكي حبيبي هلأ راح انتهت قرائتنا اللي ببرج الدلو بحبكم حبيبي اللي جديد في القناة يضغط على زر الاعجاب واللي قادم يضغط على زر الاعجاب واللي قادم يشترك في القناة ويضغط على زر سبسكرايب بحبكم حبيبي كثير بتمر القراءتكم تماشت معاكم اكتبوا لي في الكومنت اذا القراءت تماشت معاكم او لا و ان شاء الله يشوفكم بخير و اي لاوفيو حبيبي و باي باي